ستة حاجات لو عملتهم واشتغلت عليهم صح هتلعب في أندية الدوري الممتاز بسهولة جدا الأول هقول لك عليهم وبعدين هشرح لك كل واحدة فيهم أول حاجة اختبارات أندية الدوري الممتاز تاني حاجة الأندية الاستثماري تالت حاجة البداية الصح رابح حاجة التدريب البدني والفني والخططي خامس حاجة التغذية السليمة والحياة الصحية ستة تطوير اللاعب من نفسه طيب كلام جميل عايزين بقى نعرف كل نقطة ازاي اشتغل عليها أول حاجة وهي اختبارات أندية الدوري الممتاز أبعد عن اختبارات الأندية خالص لأن باختصار النادي بيقول لك أنا عاوز لعيبة أعلى من اللاعبة اللي موجودة عندي وهو أصلا بيكون محتاج اتنين أو تلات لعيبة يبقى ازاي لعيبها يبقى قاعد أو ما لعبش ويقول لك أنا مستوية أعلى من اللاعبة اللي في النادي فعلشين كده بقول لك تبعد عن الاختبارات الأندية فالأول اللي انت تأهل نفسك كويس والأندية ديت هي اللي هتجري وراك تاني خطوة وهي الأندية الاستثماري أي لاعب يطلب منه فلوس ده معناه أنه هو مستوى ضعيف فأنت لو لسه هتبدأ أو لو انت مستوى ضعيف فبدل ما تروح أكاديمية تروح في الاستثماري بشرط الفلوس اللي انت هتدفعها نفس الفلوس اللي انت هتدفعها في الأكاديمية بمعنى إيه بمعنى أن انت لو اطلب منك خمس تلاف وست تلاف وعشر تلاف والكلام ده كله ابعد عن الأندية الاستثماري خالص لأنها هتروح هتلاقي المستويات ضعيفة وكمان هتلعب مع فرق كلها استثمار فأنت مش هتتشاف أصلا لأن الفرق كلها استثماري تالت حاجة وأهم نقطة وهي البداية الصحة البداية الصحة مهمة جدا علشين نبدأ لازم ناخد السلم خطوة خطوة جميع اللعيبة سواء لعبة الأهل لعبة الزمالك حتى محمد صلاح بدأ في الدرجة الرابعة لحد ما وصل فالنجاح ده مش في يوم وليلة ولا في سنة حتى لا انت النجاح ده بياخد معاك وقت علشين توصل للنجاح وتوصل لأنديت الدوري الممتاز فانت عشين تبدأ صح هتبعد عن اختبارات الأندية وهتبعد عن الفرق الاستثماري وهتبدأ انت تروح للفرق الدرجة الرابعة لو انت مستواك 75% الفرق دي هتاخدك وهتصرف عليك هتقول لي مثلا كل الفرق هنا استثماري في المنطقة بتاعتي مثلا منطقة القاهرة منطقة القاهرة هي المنطقة اللي فيها نسبة استثمارة عالية شوية ممكن توصل لـ 90% أو 95% فانت لازم تشوف منطقة تانية ابعد عن القاهرة خالص لأن اصلا في واحد هيقول لي القاهرة ودوري قوي وحاجات شبه كده لا خالص ليه بقى؟ لأن عندك في القاهرة الفرق كلها استثمار فانت هتتشاف ازاي؟ انت بتلاعب فرق كلها استثماري وبتلاعب فرق كلها مستويات ضعيفة فانت ولا مستوك هتطور ولا هتتشاف تمام؟ رابع حاجة وهي التدريب البدني والخطط والفني خلاص انا رحت فرقه مثلا درجة رابعة وتسجلت فيها ابدأ بقى اهتم بالبدني بتاعي او انا اهتم بالبدني بقى من قبل ما اروح كمان لان طول ما انا واقف بدنيا كويس مستويها هيبقى كويس لازم نلعب ماتشات كتير على ملعب 11 اللي هو الملعب القانوني بتاعي علشان خططيا اعرف ازاي اقف الملعب اعرف ازاي اتمركز اه كل ده حاجات هقدر ان انا اكتسبها من خلال الماتشات الرسمية او الودية مع الفريق بتاعي نيجي للنقطة اللي بعد كده وهي التغذية السليمة والحياة الصحية لازم لاعب كرة القدم يهتم بالتغذية لازم ياكل اكل صحي لازم ياكل فوقه وخضروات اكله كله يكون اكل صحي يبعد خالص عن الاكل اللي مش صحي لازم اللاعب يبدأ ان هو لو وزنه زايد او وزنه ناقص يبدأ ان هو يزبط كل ده لازم اللاعب ينام بدري لازم ينزل جيم علشان يقول عضلات بتاعته علشان يعني يتطور بقى بدنيا ويحمي نفسه من الاصابات والكلام ده كله بعد كده بقى تطوير اللاعب من نفسه لازم اللاعب يطور من نفسه يعني مثلا اللاعب ده لو هو بيلعب مدافع او مهاجم او باك او الكلام ده كله لازم يشتغل على تنمية مهاراته في المركز ده لازم يشتغل يعني مثلا يصوب يرفع افرات يشوف مركزه متطلبات مركزه ايه ويشتغل عليها يبدأ ان هو يشتغل مثلا برايفت علشان يطور من نفسه الحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا هتساعدك ان انت توصل لانديت الدور الممتاز وهتخلي الانديت ده هي اللي هتجري وراك وطبعا علشان تتمرن برايفت ده بعد ما تنضم النادي علشان تشوف ايه هي الحاجات اللي نقصة عندك وتبدأ ان انت تشتغل عليها وتبدأ تطور نفسك فيها وبكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة بتاعت النهاردة سبولي في الكومنتات عايزين الحلقة الجاية تكون عن ايه ولو حد عايز اي سؤال سبولي في الكومنتات على